تنظيم النسل قد يكون متعارض مع فكرة القضاء والقدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فقد اتفقنا في اللقاء السابق على أن مسألة تنظيم النسل بمعنى المباعدة بين الولادات المختلفة لأسباب تدعو إلى ذلك وقد يكون من هذه الأسباب أسباب تحسينية يمكن أن تطلق في منطقة التحسين وليس الحاجة عندنا مراتب في الشريعة لما نرتب الأمور فيكون بعضها في مرتبة عليا بنسميها مرتبة الضرورة ودي مرتبة فيها نوع من الخطورة شوية بحيث أن الإنسان إذا لم يفعل هذا الأمر الذي فيه في منطقة الضرورة ترتب عليه فوات وهلاك ودمار وزعزعة استقرار تمام وفي منطقة تانية أقل منها في الرتبة اسمها منطقة الحاجيات وديت إذا لم يفعلها الإنسان ترتب على هذا الأمر وجود مشقة شديدة تكون هذه المشقة خارجة عن المعتاد ما فيش حد يتحملها إلا بمشقة خارجة عن أحد الاعتدال عند هذا الشخص وفي مسائل تانية مثل أشياء ترفيهية تحسينية لما بصينا إحنا ونظرنا لقضية تنظيم النسل وقسناها على مسألة العزل الذي كان عند الصحابة وبحثنا عند الصحابة لماذا تعزلون وجدنا أنها لأسباب تحسينية في بعضها يعني هذه الأسباب التحسينية بتجعلنا في ارتياح ونحن نقول الأحكام هنا لأنه إذا جاز اتخاذ وسائل في حال الأمر التحسيني فلأن يجوز في الحاجي ولأن يجوز في الضروري من باب أولى وبناء على ذلك بنرتقي إذن في سلم في سلم الأحكام الشرعية وبناءها على مراتب التحسين جائز يبقى الدرجة الأعلى اللي هي أشد احتياجا يبقى جائز من باب أولى الأشد احتياجا واحتياجا بيكون جائز من باب أولى وأولى على هذا الأساس نتطلع إلى هذه المسائل الرتب هذه ونقول بأنه والله إحنا عندنا معلومات عندنا بيانات عندنا دراسات عملت عندنا إحصاءات كثيرة جدا عندنا مساحة معينة من الأرض بنعيش عليها هناك وسائل معينة مخرجات من هذه المساحة انتجنا اللي بننتجه يساوي كذا كل دا بالحساب يعني مهوش تخمين لكن دا بال زي ما بيقول بالورقة والألم فإذن بناء على هذا الأساس أنت عندك كرب أسرة كدولة كمحافظة كمركز إلى أخير بتستطيع ماذا تفعل أمام هذه الموارد المتاحة عندك عملت تنظيم وترتيب هذه الموارد فقط إذن عندما يأتي إنسان ويقول والله أنا أحتج على هذه المسألة مسألة تنظيم الأسرة وتنظيم الناس بأنها بتتعارض مع القضاء والقدر ما في الكون في الحقيقة هو مقدر ومعلوم وما في الكون هو معلوم سلفا يعني فلماذا أنت تقول هذا الكلام الآن أقول له بأن هذه المسألة لا تتعارض أبدا لمع قضاء الله سبحانه وتعالى وقدري بالكون لأننا ذكرنا في أكثر من حديث أن المسلم مطالب أن يؤمن بالقضاء والقدر هذا جزء من الإيمان طبع في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل وسأله الأسئلة التلاتة أو الأربعة وقال له أخبرني عن الإيمان قال الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر حلوه ومره إذن أنت الآن عندما تقول متعارض لا أولا تؤمن بالقضاء والقدر كجزء من الإيمان هذا مكون من مكونات الإيمان لابد أن تؤمن بالقضاء والقدر ولابد أن تعلم سلفا لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في هذا الكون وهو معلوم له سبحانه وتعالى لكن أيضا لماذا تهم الجانب آخر وهو جانب الأخذ بالأسباب فعملية تحديد النسل وتنظيم النسل بصفة تباعد بين الولادات لأن كلمة تحديد أيضا فيها معنى أننا الآن لا أنجب الآن إنما أؤجل ففي الفترة التي فيها مباعدة هي فتحديد فضلا عن التنظيم فحتى لا يقول أحد بأن التحديد اللي هو أثير في بعض الأوقات بأن التحديد معناه قطع النسل بالكلية واتخاذ وسائل تقطع النسل بالكلية هذا أمر لم يجز ولم نجزه وإنما قلنا بأن قطع النسل بالكلية لا يجز إلا لضرورة قصوى متعلقة بالأم وليست متعلقة بالأم